موسيقى السيد الرئيس يدعو الإدارة الأمريكية لبذل جهود لمنع تدهور الأمور للأسوأ سلطات الاحتلال تعمل على شق طرق تربط مستوطنات تيرامالا بمستوطنات القدس موسيقى الجيش السوري يستعيد بلدة في ريف حلب الشمالي قرب الحدود مع تركيا موسيقى أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية أكد السيد الرئيس محمود عباس ضرورة أن تبذل الإدارة الأمريكية جهودا لمنع تدهور الأمور إلى الأسوأ جاء ذلك خلال استقبال سيدته بمقر الرئاسة في مدينة رامالا الكنسول الأمريكي العام دونالد بلوم وأجرى الحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة استمرار الاستيطان والاكتحامات للمناطق المصنفائي وحجز جثمين الشهداء واستمرار الاعتقالات استقبل رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله ممثل البرازي لدى فلسطين باولو روبرتو فرانكا بمناسبة انتهاء مهمه الرسمية وقدم الحمد لله شكر لفرانكا على جهوده في توطيد علاقات الثنائية بين البلدين ومشاركته في كافة الفعاليات الدعمة للقضية الفلسطينية إلى ذلك اجتمع رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله بمجلس تنظيم قطاع المياه حيث اطلع على عدد من التقارير الصادر عن المجلس وبحث العديد من الكضايا الخاصة بهذا القطاع واكد الحمد لله على العلاقة التكاملية ما بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه بما ينعكس بشكل ايجابي على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن مخاططها لاستكمال تهويد الكدس المحتلة تعمل سلطات الاحتلال على شق طرق تربط مستوطنات شرق رامي الله بالمستوطنات المقامة في العاصمة المحتلة تصور جديد لتقديم مزيدا من التسهيلات للمستوطنين على حساب الفلسطيني استهدف هذه المرة الطرق التي تربط المدن الفلسطينية ببعضها تغييرات وأعمال حفريات شرعت حكومة الاحتلال بتنفيذها عند مفترق الطرق المحاذي لقرية جباع في الشارع المؤدي إلى العاصمة المحتلة قبل حاجز قلندية عندما يتم تنفيذ هذا النفق يصبح فقط يعيق حركة الفلسطينية وبالتالي هذه شبكة الطرق التي تخدم المستعمرات وتخدم تهويد الأراضي الفلسطينية وتخدم مشروع تهويد الكدس ومنطقة إيوان وعزل الأحياء الفلسطينية جانبا وربط المستعمرات الكبرى ربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق رامي الله وضمها في كتلة استيطانية واحدة بغية تسهيل وصول المستوطنين إلى القدس المحتلة هدف النفق المشمول ضمن مخطط الطرق الجديد البعيد عن توفير أي تسهيل للفلسطينيين كما تدعي حكومة الاحتلال والتي تفرض مزيدا من التضييق على كثافة مرورية تصل إلى حوالي 30 ألف مركبة تختنق على هذا الطريق يوميا بسبب حواجز الاحتلال ما قام به الاحتلال هو مشروع استيطاني لتسهيل وتسجيع المستوطنين بالبناء في محيط وغلاف مدينة رامي الله والتسهيل وصولهم إلى مدينة الكدس بأقصر الطرق وبدون أي معيقات ويبقى المواطن الفلسطيني يعاني على نفس الطريق بل ممكن تكون أضيق مما كانت عليه ويبقى بنفس المشكلة المرورية التي يعني منها حاليا وبينما تركز المخططات الاحتلالية على إخراج الأحياء والقرى الفلسطينية وعزلها عن العاصمة المقدسة بكل ما أتيح لها من وسائل ها هي تضم الكتلة الاستيطانية إليها لتحقق مأربها بتسهيل كل ما يشجع على الاستيطان وبذلك تكون أيضا في طريقها لتحقيق مخططها المزعوم 20-30 الهدف إلى تقريب المستوطنات وإحداث تغييرا ديموغرافي لتكون القدس بحلول عام 2030 ذات أغلبية يهودية مخططات وخرائط جديدة للطرق قامت حكومة الاحتلال بهندستها وها هي تشرع بتنفيذها خدمة لمستوطنها وتحقيق المزيد من توسعاتها الاستيطانية على حساب الفلسطينيين لتلفزيون فلسطين شادن غنام في سياق ذاته أخضرت سلطات الاحتلال عددا من المواطنين في محافظة رامالله ونابلس وسلفيد بهدم منازلهم تحت حجج واهية بعد أن أعدمتهما وقتلت الروح بداخلهما لم يقف الإجرام عندهنا فحسب بل لاحق الأحياء من العائلتين مخيم قلندية بوابة القدس المحتلة وقبل عدة أيام اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهدين عنان أبو حبسة وعيسى عساف وسلمت عائلتيهما اخترا بهدم منزليهما والذي ينتهي موعده بعد يوم غد في مساحة 120 متر بتعيش في أربع عائلات مكونة حوالي من 70 واحد هلا عندي كمان الجيران فوق 200 واحد صمت بجير البيت أبهمش ما بهم يهده اللي سوى ابني كافل وان شاء الله بزيادة حتى يكون ان شاء الله نات أكثر من ايك وفي حال تنفيذ الاحتلال لعملية الهدم فإن العديد من المنازل المجاورة سيطالها الضرر نظرا لشدة الانفجار وملاسقة البنايات لبعضها وهو ذات الحال الذي حصل عند هدم منزل الأسير محمد أبو شهين قبل أكثر من شهرين أعطونا لغاية عشر اتنين بس المحامي اليوم عمل استئناف ولحد هلا ما أجدنيش النتيجة يعني مساحة بيتي أنا 350 متر البيت هذا في خمس مساكن ومنذ مطلع اكتوبر الماضي قدم مخيم قلندية 12 شهيدة وإلى مدينة نابلس أخطر ذات المحتل بهدم منزلين في قرية يتمى جنوب المحافظة تعود ملكيتها إلى المواطنين فرج وخليل النجار إضافة إلى اختارات بهدم 15 بركسن في بلدة بيتا جنوب المحافظة وفي بلدة ديربرلوت غرب محافظة سلفيت أخطر الاحتلال بهدم ثلاثة منازل ومسجد بحجة البناء دون ترخيص وبحسب إحصائية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فإن الاحتلال أقدم على هدم وإغلاق 21 منزلا بالضفة الغربية وتهجير أكثر من 140 مواطنا إضافة إلى أخذه مقاسات لنحو 90 منزلا تعود ملكيتها لعائلات الشهداء تمهيدا لهدمها لا أحد يعلم ربما سنأتي إلى هنا في المرة القادمة وتكون فيه هذه المنازل قد سويت بالأرض ظلم وعقاب جماعي لن يجلب سوى المزيد من التصعيد من داخل مخيم قلندية للاجئين شمال العاصمة المحتلة علي ضار علي تلفزيون فلسطين وفي بيت اللحم أغلقت قوات الاحتلال طرقا داخلية في منطقة في الخضر بالسواتر الترابية وجرفت طرقا أخرى لمنع وصول المزارعين إليها وترميم منازلهم فيها إغلاق الاحتلال الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة شوشح للتابعة لبلدة الخضر جنوب بيت اللحم بالسواتر الترابية وتجريف الطرق الفرعية التي يستخدمها المواطنون للوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطن الدانيال تعد خطوة تصعيدية اتخذها لاحتلال لمجابهة استصلاح الأراضي وأعمال الترميم في منازل المنطقة التي تتعدد فيها البيوت القديمة لتشكل عائقا أمام التوسع الاستيطاني عليها الطريق هذا من يوم ما سكره لا أعرف أن نوصل مواد البناء لا أعرف أن نوصل تنكات المية التي تطلع على الساس نشرب طبعا أنا البيت الذي قاعد أصلح فيه الأخرى يعني بحاجة لعدة شغلات ترميم مش قادر أصل لأنهم سكروا الطريق هذا وهذا المنفذ الوحيد علي في الآوينة الأخيرة ونتيجة متابعة تلفزيون فلسطين لأهمية المنطقة وإبرازها كموقع استراتيجي فلسطيني ينقصه الدعم عكفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على استصلاح العديد من المنازل وتوفير المواد الخام لأصحابها لكي تكون مقدمة لعودتهم إليها والاستقرار فيها لتفويت الفرصة على المستوطنين من الاستيلاء عليها يوجد إعادة انتشار شعبي للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة لإحياءها ولبث الحياة فيها من أجل أن يكونوا سد منيع ضد الاستيطان والتوسع الاستيطاني في هذه المنطقة فلم يجد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري سوى إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية من أجل عاقة أعمال الترميم وإعادة الحياة في هذه المنطقة ألف ومئتا دنو من هي مساحة المنطقة التي يسعى الاحتلال من خلال إجراءاته التعسفية والقيود التي يفرضها على المزارعين فيها من وأد عملية إحياء المنطقة وإعادتها إلى الخارطة وخاصة أن كثيرا من المواطنين يحملون في هوياتهم الشخصية عنوان شوشحلي كمنطقة سكنية فلسطينية إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة تمهد لإجراءات احتلالية تستهدف موجود المواطنين عليها وحرمانهم من إعادة السكن والاستقرار فيها من منطقة شوشحل التابعة لبردة الخذر جنوب بيت لحمهاني فنون تلفزيون فلسطين أطلقت في عدد من محافظات الوطن فعالية اليوم الوطني لشهداء القدس بتوزيع صندوق تبرعات في سبع محافظات لإعادة إعمار بيوت الشهداء التي هدمها الاحتلال اعتقد الاحتلال بتدميره منازل ذو الشهداء المقدسيين سواء بالهدم أم الإغلاق أنه سوف يركعهم ويستفرد بهم فكان الرد حملة شعبية أطلقها نشطاء وإعلميون وقوى لإعادة إعمار بيوت الشهداء ففي مؤتمر صحفي أطلقت فعليات اليوم الوطني لشهداء القدس بمباركة قوى وطنية إسلامية ومسيحية عقد في العزرية شرقي القدس جراء ملاحقة الاحتلال نعمل أن يجدد شعبنا رسالة للاحتلال بأن القدس هي خط أحمر وأن القدس هي قضية الكل الفلسطيني واثقون بشعبنا واثقون بأن شعاري وطن الشهداء تكامل سيحقق هذا اليوم على أرض الواقع الاحتلال لاحقاً وشطاء تركوا اتصالات من أجهزة أمن الاحتلال تهددهم بأن السير في هذا الطريق سيعرضهم لمسائلات صندوق تبرعات نشرت في العزرية بالقدس وست محافظات فلسطينية أخرى في رمالة وبيت لحم والخليل ونابلس وسلفيت وتلكرمة عليها شعاري وطن الشهداء تكامل وهو بالفعل تكامل نصرة للقدس العاصمة التي تئن فيها المقدسات ويصارع أهلها رياح الاقتلاع والتهجير أكدنا بأن الشعب الفلسطيني يقف خلف شهداءه وخلف عائلات الشهداء هؤلاء عائلات ليست عائلات إرهابيين كما يدعو الاحتلال الإسرائيلي هذه العائلات هي عائلات تكلة فقدت أبنائهم من أجل الدفاع عن مدية القدس ودفاع عن الشعب الفلسطيني حملة وطنية شملت الكلة الفلسطينية فصناديقها وزعت في المساجد والكنائسة ونظمت فيها أمسية ثقافية وذلك على مدار أسبوع ليعلن عن حصاد ثمارها في مؤتمر صحفي الثلاثاء جهد شعبي من الشعب وإليه فكل فرد فيه مشروع شهادة يقبع تحت مقصلة الاستهداف والقتل والهدم لذلك مثل هذه الحملات تؤكد توحد الفلسطينيين أمام الاحتلال وتشكل قوتنا تسقط أعظم الإجراءات من بلدة العزرية شرقي القدس المحتلة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين وينضم لنا في الاستوديو للمزيد من إضاحات وتفاصيل حيال هذا الموضوع وهذه القضية عضو اللجنة الإعلامية لليوم الوطني لشهداء القدس محمود حريبات سيد محمود أهلا بك معنا ومساء الخير مساء الخير لك يعني سيد محمود حريبات إلى أي حد تعتقد أن مثل هذه الصناديق وهذه الجهود الفردية الجماعية تسهم ولو جزئيا في تحقيق أدنى مطالبها المتمثلة بإعادة أسر الشهداء إلى منازل بعد أن هدمت من قبل الاحتلال والتحذيرات التي تطلع المنازل الأخرى لم تهدم بعد يعني أهم ما في الموضوع هو عودة الحضاني الشعبي للمقاومي ولأهالي الشهداء ولذويهم هذا الأهم وهذه أهم رسالة أعتقد بنا الصورة الوطنية الجميلة التي ترسم قبل أن كانت حملة مهند حلبي واليوم شهداء القدس رسمت بالمشاركة لكافة أفراد المجتمع وكافة فراء فئاته وشرائحه وهذه أكبر رسالة أعتقد إليها مهمة عندما يشارك الطفل عندما يشارك الطالب عندما يشارك العامل عندما يشارك الطبيب والأستاذ في هذا اليوم ويساهم بشيء ولو رمزي أعتقد أنه أكبر رسالة الموضوع هو ليس موضوع مادي بقدر ما هو معنوي لأن يكون أولا الرسالة الوطنية التي يجب أن يتحملها كل الفلسطيني وكل الشرائح الفلسطيني أولا النقطة الثانية هي الرسالة المعنوية لأفراد والأسر الشهداء أن الشعب الفلسطيني هو مصطف حولكم ومن خلفكم في محناتكم وفي مصابكم وهو جزء معكم وبالتالي هذه رسالة قوية جدا قبل أن يجب أن تكون هناك رسالة معنوية ومادية والمادية هي بأن توفير الحياة هل هذه الصناديق تشمل فقط هدم المنازل في الكدس أم أنه يشمل كل محافظات الوطن؟ يعني هي بصراحة هذه الحملة كانت تعتمد أو تركز لشهداء الهب الأخيري في القدس كانت هناك العديد من الأصوات كانت هناك العديد من المقترحات التي انطلقت بعد حملة وبعد نجاح حملة مهند الحلبة ومن ثم انطلقت هذه الحملة لتكون نتاج من مجموع من الشباب والنشطاء والصحفيين والمؤسسات النسوية والمجتمعية وحتى كان هناك في بعض الهيئات الرسمية وبالتالي كان هناك واجب أن يكون بصراحة لا بدنا أن نشبر حجرنا فبالتالي كانت نريد أن نقوم بهذه التجربة ونستهدف في البداية بيتين لشهدين وبالتالي اليوم انطلقت قبل قليل تم الفرز في محافظة رمالله والبيري الأرقام ليست جاهزة نهائية ولكن اعتقد أنه سيكون هناك غدا في مؤتمر صحفي في تمام الخامسة مساء في قصر رمالله الثقافي لتوضيح لكل الأرقام وكل المحافظات وأعتقد سيكون في المؤتمر أيضا توضيح كامل ما سيكون طب هل الحملة اليوم واحد تستمر أم لا هي مفتوحة؟ هي لم تكن اليوم واحد هي كانت سلسلة فعليات وهذه تتويج اليوم كانت تتويج للفعليات بحيث أنه لم تكن اليوم يعني فيه كثير من أحيانا قالوا تمديد وغير تمديد بدأناها من يوم الجمعة كان هناك جمع في المساجد في كبرى مساجد المحافظات ومن ثم كان يوم السبت فيه فعالية وطنية يوم الأحد كانت فيه جمع فيه كنائس فلسطينية كل الكنائس الفلسطينية كانت متضامنة وهذا يدول على الوحدة الفلسطينية بكل الطوائف والفئات الفلسطينية ومن ثم اليوم أتى بالتتويج أعتقد أنه الجهد ليس كافيا يعني إذا سألتني أنه لا يكفي لشهيد أو شهدين أو للكم الكبير بس المهم والنقطة الأهمية في هذا الموضوع أنه هناك روح هناك رغبة مجتمعية هناك إرادة من كل أفراد المجتمع الفلسطيني بالرغم من الوضع الاقتصادي السيء لكافة الأفراد بالرغم من الوضع الاقتصادي بالرغم من الحصار التي تفرضوا إسرائيل ولكن هناك أيضا هناك نزعة وهبة شعبية دائما تلتف حول هذه المبادرات وأعتقد هذا أكبر إنجاز هذا التكامل وتكافر أشكر كثيرا عن هذه مشاركة طيبة أستاذ محمود أحريبات عضو الإعلامية اليوم الوطني الشهداء شكرا جزيلا لكم صوتت لجة الكنيسة البرلمانية بالإجماع على قرارات ضد عدد من نواب القائمة العربية المشتركة ودعت اللجنة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق ضدهم في عقاب لقائهم أسر شهداء الكدس الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم على إثر اجتماع نواب من أعضاء الكنيسة العرب مع وائل الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال صوتت لجنة الأداب البرلمانية في الكنيسة على فرض أقصى العقوبات بحقهم ودعت اللجنة المستشار القضائي للحكومة لفتح تحقيق جنائي ضد النواب وتعديل بنود قانون الإرهاب بهدف تسهيل عملية إدانتهم يستغلون لقاء عمل برلماني نقوم به بواجبنا الإنسان والأخلاق اتجاه أبناء شعبنا أن نجلس ماذا يوجد طبيعي شيء طبيعي أكثر من ذلك مع عائلات الشهداء لكي نساعدهم على استرجاع جثامين أبنائهم هذا يعني يعتبروا أنه كان عمل تجاوزنا فيه كل الخطوط الحمراء بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى إبعاد النواب عن الكنيست وقدم عضو الكنيست إلي كوهين مشروع قانون يقضي برفع الحصانة عن النواب العرب وتعليق عضويتهم لمدة ستة أشهر عن جلسات الكنيست وعلى نحو المتصل أدانا الأعضاء العرب هذه القرارات التي تسعى إلى نزع الشرعية عنهم وتضييق حيزهم السياسي نحن متواصلين دائما ما نقولنا قبل الجلسة أيضا وبعدها واليوم يوجد هناك خبر أن سيتم تحرير جثمانين هكذا علمنا وهذا يدل على شيء يدل على أننا نجحنا في تحويل الهجم الشرسي علينا من موضوع الاجتماع مع عائلات الشهداء إلى موضوع تحرير الجثمين وفي وقت سابق طلب الأعضاء العرب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بتحرير الجثمين وردا على ذلك دعت الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إعادة جثمين شهداء القدس العشرة لذويهم تصدرت الصحف الإسرائيلية هارتس ومعارف ويدعود أحرنوت اليوم عنوين محرضة بحق الأعضاء العرب يأتي ذلك ضمن حملة تحريد واسعة تشنها أوساط اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي ضدهم ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين نظمت حركة فتح مسيرة جماهيرية في بلدة قباطية جنوب جنين بمشاركة أعضاء من اللاجة المركزية وأمناء الأقاليم وقدموا العزاء لذوي الشهداء في البلدة في خطوة للتأكيد على الصمود الفلسطيني دعت إليها حركة فتح وبمشاركة أقاليمها من مختلف محافظات الوطن انطلقت مسيرة جماهيرية من مدخل بلدة قباطية جنوب جنين وصولا إلى بيت عزاء شهداء البلدة الذين استشهدوا مؤخرا في القدس للتعبير عن التضامن الشعبي الكامل مع ذويهم وإيصال رسالة الدعم لأهالي البلدة بعد كسرهم للحصار الذي فرضه الاحتلال عليهم ثلاثة أيام متواصلة في هذه الهب الشعبي أيضا قدم شهداء وآخركات عامية القدس والتي تأتي رد العجراء من احتلال إسرائيلي اللي يسر على تواصل الاحتلال وتبيس مدقساتنا نحن أحوج اليوم أن تكون متكافلين متعاضضين متحدين حتى نستطيع أن نرتقي سويا بترشيد النضاء الفلسطيني الحضور أكد على رفضه لجرائم الاحتلال وصمت العالم أمام هذه الجرائم كما أكد التفافه الدائم حول منازل الشهداء التي يهدد الاحتلال بهدمها مشيرا إلى أن الشهداء يقدمون أنفسهم دفاعا عن الأرض التي يصادرها الاحتلال يوما بعد يوم ونصرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية التي يدنسها المستوطنون في القدس بشكل مستمر لا يمر يوما أو أسبوعا دون أن يكون هناك مجموعة من الشهداء الذين يعدموهم هذا الاحتلال على حواجزه أو قضم الأرض بناء الاستيطاني تدنيس المقدسات كل هذه الجرائم لا يمكن أبدا السكوت عنها هذا وشهدت المسيرة الشعبية مشاركة أفراد الأجهزة الأمنية والقوى والفعاليات والمؤسسات في محافظة جنين حيث ردد المشاركون هتافات تحيي صمود المواطنين هنا خلال أيام الحصار وتدعو إلى مزيد من التكاتف والتلاحم لمواجهة جرائم الاحتلال اليومية تتواصل فعاليات التضامن مع ذوي الشهداء على المستوى الشعبي والرسمي رفضا لاعتداءات الاحتلال في قباطيا التي لا تختلف عن تلك الاعتداءات في العاصمة المقدسة أو بقية محافظات الوطن وتأكيدا على الحق الفلسطيني بمقاومة الاحتلال حتى دحره عن الأرض من بلدة قباطيا جنوب جنين محمد بدارني تلفزيون فلسطين وفي الخليل قامت قوات الاحتلال اعتصاما نظمته لجنة الدفاع عن الخليل أمام مشاريع الشهداء المغلق حيث دعا خلاله المشاركون إلى تعزيز المقاومة الشعبية أمام حاجز شارع الشهداء المغلق منذ العام 1994 نظمت لجنة الدفاع عن الخليل بالتعاون مع حزب الشعب الفلسطيني هذا الاعتصام للتضامن مع أهالي الشارع وتعزيز صمودهم في وجه الإجراءات المتصاعدة بحقهم لتهويد الشارع بشكل كامل الاحتلال منذ مجدرة الحرم الإبراهيمي يمارس سياسة تطهير عرقي في قلب المدينة نحن نقول اليوم أنه لن يكون هناك حياة طبيعية في قلب الخليل لن يكون هناك سلام إلا بإخراج كافة المستوطنين من قلب المدينة وعودة السكان الذين طردهم الاحتلال من بيوتهم ومن محلاتهم التجارية الاعتصام الذي نظم بالتزامن مع ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي التي تصادف بعد أيام وبمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني تحت عنوان أخرج المستوطنين من قلب الخليل دعا المشاركون خلاله إلى تعزيز المقاومة الشعبية في وجه مشاريع الاحتلال هذا الوقف تأتي في الذكرى الـ 34 لعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني وهي تعبير عن وجهة الحزب الكفاحية وإعطاءه أولوية لكل أشكال النضال الوطني والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستطان جراء اختيار هذا الموقع أيضا للتعبير عن رفضنا لكل الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك إغلاق شارع الشهداء شارع الشهداء الذي أعدم الاحتلال عليه العديد من الشبان في الهبة الشعبية كان الاحتلال قد عزز من الحاجز بعد أن استولى على بعض الأمطار وحوله إلى شبه معبر وهو ما ضعف من معاناة أهالي منطقتين تلرميديا وشارع الشهداء الذين يواجهون ضغوطا كبيرة لترحيلهم وإحلال المستوطنين مكانهم ساري العويوي تلفزيون فلسطين إلى ملف الأسرة يوصل الأسير الصحفي محمد القيق اضربه المفتوح عن الطعام لليوم السادس والسبعين على التوالي رغم خطورة وضعه الصحي وأفادت محامية هيئة الأسرة هبا مصالحة التي زارت القيق في مشفى العفول لأن وضعه يزداد خطورة وصعوبة يواصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشمالي بغطاء جوي روسي فيما تستمر عمليات نزوح عشرة ألاف من السوريين نحو الحدود التركية هربا من المعارك الضارية هناك بعد سنوات من سيطرة المعارضة السورية على مناطق ريف حلب وشمال سوريا أحدثت عمليات القصف الجوي الروسي المكثف انقلابا بموازين القوى في تلك المناطق إذ أضعف القصف الروسي قدرات جماعات المعارضة على التمركز شمال سوريا وقطع عنها طريق الإمدادات القادمة من تركيا الجيش السوري استطاع وبفعل الغطاء الجوي الروسي أن يتقدم نحو محاور مختلفة في ريف حلب محكما سيطرته على قرى وبلدات عدة بعد أن اشتبك مع الجماعات المسلحة وتحديدا جبهة النصرى التابعة لتنظيم القاعدة حيث سيطر الجيش السوري على بلدة كفين الملاصقة للحدود التركية وبلدتين ماير وريتان كما استعاد بلدتين نبل والزهراء التي خضعتها لحصار الجماعات المسلحة لأشهر كثيرة عمليات القتال والقصف العنيف التي شهدها ريف حلب ومناطق شمال سوريا انعكست بدورها على الواقع الإنساني لأبناء تلك المناطق إذ أدت المعارك إلى نزوح زهاء ثمانين ألف مواطن سوري نحو معابر وحدود تركيا التي لم تسمح حتى اللحظة بدخول النازحين إلى أراضيها فيما بدأت جهات مختلفة بالتحذير من مخاطر حدوث كارثة إنسانية جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والدوائية وانعدام متطلبات الإيواء الآمن للنازحين خاصة وأن المنطقة تشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة زيد أبو شمعا تلفزيون فلسطين قال المستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري إن السعودية لا تعمل بصورة منفردة وإنما في نطاق تحالفات دولية وأوضح عسيري أن مشاركة السعودية بقوة برية في سوريا ستكون بقدر التهديد الذي تتعرض له من داعش مضيفا أن الإعلان عن الدول المشاركة في أي عملية برية هناك سيجري عقب اجتماع بروكسل اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها بينها تعيين وزير مختص بتحقيق السعادة للمواطنين وآخر لترسيخ التسامح وقال رئيس الوزراء الإماراتية الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن بلاده تعتزم إسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص وخفض عدد الوزارات وأعلن الشيخ محمد تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادر بلاده بمشاركة المئات من زملائه وأصدقائه وأقربائه شيع ظهر اليوم جثمان الفقيد علي الريان مؤسس تلفزيون فلسطين ومديره العام الأسبق في مقبرة البيرة هامة أخرى من هامات الإعلام الفلسطيني ترحل إلى مثواها الأخير فبمشاركة المئات من الإعلاميين وأبناء هيئة الإذاعة والتلفزيون شيع علي الريان إلى مثواه الأخير في مقبرة البيرة تاركا غصة في قلوب محبيه وكل من عمل معه وعرفه على مدار سنوات طوال باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون يتقدم إلى شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي على هذه الخسارة الكبيرة علي ريان أول مدير عام لتلفزيون فلسطين في الوطن أحد أهم الكوادر الإعلامية منذ الثورة الفلسطينية ولغاية رحيله الريان بن قرية المجدل الصادق وفته المنية إثر أزمة صحية حادة التحق في صفوف حركة فتح عام 67 في الأردن وتفرغ للعمل الميداني ومن ثم انتقل إلى درع السورية ومن بعد ذلك لابو الغارد ودرس الإخراج السينمائي وكانت عينه ترمق إلى بيروت لنقل رسالة شعبنا في المخيمات فأنتج العديد من الأفلام إلى أن انلتحق بالإعلام الموحد حتى عودته إلى أرض الوطن فكان لبنة من اللبنات الأولى مع رفاقه فعملوا على تأسيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في أرض الوطن فتبوأ منصب أول مدير عام للهيئة وعمل على تطويرها بعطائه الدائم وإرثه الطيب أعرفته على مدار 22 عاما كان من همه فلسطين وهمه تأسيس تلفزيون لفلسطين ويكون تلفزيون لكل الشعب الفلسطيني خسارة لنا جميعا وذلوطن لأنه على الريان لم يكن إنسان عادي كان إنسان مناضل الصلب عاش الثورة منذ البدايات وعمل في صفوف المقاتلين في الأردن وفي درعا بسوريا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والإعلام الفلسطيني الذان يسيران على ما أسسه الريان ورفاقه من أسس إعلامية وطنية في نقل رسالة ومعاناة شعبنا للعالم بمهنية وحرفية عالية يؤكدان أن راية الإعلام ستبقى مرفوعة بسواعد أجيالها ومؤسسها الأوائل فارس آخر من فرسان هيئة الإذاعة والتلفزيون يرتحل لمثواه الأخير تاركا خلفه إرثا إعلاميا ووطنيا يحتدي به كل إعلامي حر في هذا الوطن من مقبرة بلدية البيري موسى حسين تلفزيون فلسطين رحمه الله ومشدين كرام قبل إلى الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين السيد الرئيس يدعو الإدارة الأمريكية لبدل جهود لمنع تدهور الأمور للأسواق موسيقى سلطات الاحتلال تعمل على شق طرق تربط مستوطنات رامالله بمستوطنات القدس موسيقى الجيش السوري يستعيد بلدة في ريف حلب الشمالي قرب الحدود مع تركيا موسيقى ومشاهدين كرام في الختام أشكركم على طيب المتابعة هذه تحية نلقاكم دائما على خير بإذن الله إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة